مرحبا بكم في اليوم الثالث والسبعين من الحرب الروسية الأوكرانية ومع احتدام المعارك بين الجانبين في مختلف الجبهات والتي تتركز ثقلها يتركز جنوبي البلاد وشرقها الجيش الروسي أعلن أنه استهدف أربعة وأربعين مركز قيادة ومائة وستة وتسعين مقرا للقوات الأوكرانية في مختلف الجبهات في أوكرانيا كما تواصل القوات الروسية محاولات السيطرة على مجمع آزوفستال الصناعي في أقصى الجنوب الشرقي لمقاطعة دونستك ومن جهته قال السيكورتير المجلس العام لحزب روسيا الحاكم أندري تورتشاك إن بلاده دخلت منطقة خيرسون وستبقى فيها إلى الأبد أما الاستخبارات العسكرية البريطانية فقد ذكرت أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في الأعداد والعتاد منذ بدء اجتياحها لأوكرانيا والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة